بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع عوداه إخواني كرام أخواتي الكريمات مرة أخرى بحمد الله بفضله يجمعنا هذا المجلس مجلس الحاج البرقادي رحمه الله وموضوعنا اليوم مكمل للموضوع السابق سابقا تحدثت عن العبادة العبادة والعبادات واليوم نتحدث عن مجالات أخرى فسيحة للعبادات فسيحة وميسورة لكل راغب في الخير وأبدأ حديثي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث هذا الباب من الأحاديث الصحيحة العظيمة المتفق عليها وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم فيه معاني كثيرة متعددة ومترابطة ولو أنها قد يبدو قد يبدو أن فيه عدة موضوعات وسنرى أنها كلها مرتبطة وتضر حول موضوع واحد هو عمودها وأساسها وقطب رحاها وهو قيمة النوافل وأهميتها ودلالاتها فالحديث يبدأ بهذه العبارة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب والولي سيتضح أيضا نوع من الأولياء ودرجة من الأولياء هم أصحاب النوافل لأجل هذا بدأ كما سيتضح وكنت سمعه وبصره ورجله هذه هي الولاية ولاية الله للعبد في أعظم مظاهرها ومراتبها إذن من عادى لوليا من عادى من يعتقد ومن هو من أولياء الله بعباداته ونوافله وخيراته وصلاحه وصلاحه هذا شيء خطير شيء خطير هذا ولي الله يؤذى ويعادى فقد آذنته بالحرب كيف ذلك؟ هذا أمره إلى الله يفعله كيف يشاء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولكن أيضا قبل أن يتحدث عن النوافل وهو موضوع الحديث ويأخذ أكبر جزء منه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه هنوى في الجاية والأهمية ولكن انتبهوا ما تقرب إلي عبدي أعظم القربة وأقواها وأبلاغها هي الفرائض ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي يعني أحب شيء يراك الله فيه هو الفرائض هذا لا خلافة فيه صريح وأدلة أخرى كثيرة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته أي مما هو واجب وفرض سواء كان فرض عينين أو فرض كفاية كما كانت الإشارة سابقا فرائض الكفايات كثيرة يمكن أن تجعل الإنسان نحية كلها في الفرائض وإذا كان في الفرائض فهو في أعلى الدرجات وفي أحبها إلى الله ولكن مع ذلك جاي مقامات أخرى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه ولذلك قال العلماء من شغله فرضه عن نفله أو شغله الفرض عن النفل فهو معذور ما بقالوش الوقت للنوافيل لماذا مش يكالناعس ولك يلعب ولك يتفسح ولك لا ما بقالوش الوقت لنوافيل لأنه منهم يكون في الفرائض قالوا هذا معذور من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور هذا هو المصيبة إذن هناك حتى نثبت هذا المعنى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه إنسان إذا انهمك في الفرائض حتى لم يبقى له وقت للنوافيل هذا معذور وفي مقام حميد لكن العكس هو اللي سيء من نهمك في النوافيل رغم فضلها الذي يبينه الحديث فلا يجوز أن شغلنا النوافل عن الفرائض ومن شغله ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور نعم فإذن الفرائض أولا وبعد ذلك نأتي إلى النوافل قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه طبعا هذا حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لماذا قال أحبه في النوافل بالخصوص المحبة وإن كان المحبة تابتة أكثر في الفرائض لكن النوافل تستحق محبة الله وتضمنها لأن الإنسان يفعلها عن طواعية أكثر مما في الفرد فهي تدل على محبة العبد لله ومحبته للخير ومحبته للعباد أكثر مما تدل على ذلك الفرائض لأن الفرائض كما يقولون الناس تديرها تديرها تاكين لكيقولون لما صلت هنا تصل لما ركعت هنا تركها لما سجد تهنا إلى آخره فكين فيها وعيد وفيها إلزام شرعي النوافل فلذلك أول مزايا النوافل لصاحبها والمكتري منها والمتعلق بها حبا وإقبالا وحماسا أنه طواعيته وحبه لهذا العمل هذا لا غبار عليه لا شك فيه إنسان يمكن يمشي الفريضاء في الصلاة أو اللي يصوم شيء من كذا لأن النوافل ما فرض عليك حذرها إذا حين تقوم بالنافلة أي كانت ونحن سنرى أبواب النوافل لا حصر لها فهذا دليل محبة ورغبة وإقبال عن طواعية تامة فهذا طبعا يستحق محبة من درجة عالية ومقاما من درجة عالية وهي قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى في هذا الحديث ولا يزال عبدية أقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ماذا ينتج بعد ذلك فإذا أحببته فإذا أحببته لكثرة نوافله وإقباله عليها ونمكه فيها بعد الفرائض فإذا أحببته وحقيقة هو إذا أحببته صفي يعني كل خير سيأتي وكالله تعالى يبيين كذلك أكثر فأكثر فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره وبصره الذي ينظر به أو يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا نوع من الفضل نحب أولا بعد ذلك يكون يصير الله تعالى سمعك وبصرك ويدك ورجلك بمعنى أنه يحصنك ويحميك ويحفظك ويوفقك يوفق يدك فلا تفعل إلا خيرا ولا تفعل شرا ويوفق بصرك ويوفق سمعك ويحميك وتصبح أعضاءك وجوارحك في رعاية الله وحمايته وتوفيقه هذا معنى الحديث أو معنى هذه العبارات بالخصص كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ثم مرتبة أخرى أو صنف آخر هو الدعاء المستجاب الدعاء المستجاب ولئن استعادني لأعيدنه التوكيد لأعيدنه هنا توكيدان لم توكيد ننتوكيد ولا إن سألني لأعطينه توكيد باللام وتوكيد بالنون يعني تصبح دعوته مستجابة قطعا وأكيدا فإن استعاد بالله من شر حفظه منه وإن سأله خيرا مكنه منه فجمع بين الشر والخير الدعاء ولئن استعادني لأعيدنه هذا في الشر ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه إذا إذا طلب خيرا أعطيته إياه إذا استعاد من شر أعطته منه هذا هو حديث النوافل والنوافل كما يشير هذا الحديث وكما ذكر الأخص محمد كذلك ما هي فضائل النوافل وآثارها وثمارها أولا نحن كله من فضائلها وآثارها ما هو مذكور في الحديث ولكن أيضا النوافل تدل على أن صاحبها شاكر لأن العبادة كلها والطاعات هي نوع من الشكر لله تعالى ولذلك ولذلك كما في الحديث الآخر الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدما أو تتفطر أو تنتفخ كلها روايات لهذا الحديث يقوم قيام من طول قيامه وتكرره تنتفخ قدما أو تتورم أو تتفطر تتشقق فقيل له عائشة وغيرها قيل له يعني لماذا هذا الإجهاد كله وأنت قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بنص القرآن كما في سورة الفتح لماذا هذا الإجهاد وهذا العنى الشديد إلى هذه الدرجة وأنت قد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شاكورا هب أنني ما عندي احتى ذنب والفرائض كلها مبمونا وكذا صبي لا الشكر هذا يعني استولى عليه الشعور بالشكر والرغبة بالشكر فإذن النوافل بالإضافة إلى كل ما تقدم هي صيغة من صياغ شكر الله بمعنى أن كل خير نفعله في عبادات مع الله أو في إحسان إلى عباد الله هو نوع من الشكر البسيط على النعم التي عندنا فإذن النوافل كلها تتضمن ليس هذا فقط لكن مما تتضمنه وتعبر عنه وتعرب عنه أنها شكر تشكر الله تعالى طبعا هل نوفي الشكر حقه ونوفي نعم الله حقها لا أبدا لكن الله تعالى يعطي على مقامه وقدره ونحن نشكر على مقدارنا ومقامنا ولكن لا نقصر والشكر كل نعم عندنا كما أيضا سأذكر في حديث آخر نعم الله لا تحصى هذا شيء معروف الجار في القرآن وكان عرفه نعم الله لا تحصى فإذن كثير الشكر هو شيء قليل في جنب هذه النعم بالإضافة إلى أن خلق الشكر في حد ذاته رفع للإنسان أخلاقيا ونفسيا وربما نعود إلى موضوع بعض الأخلاق وفي مقدمتها خلق الشكر لأنه احتى علماء يقولون أول الواجبات شكر المنعم المنعم هو الله ولكن أي منعم شكره واجب أي منعم فشكره واجب فإذن النوافل هي تعبيرات كثيرة متعددة متنوعة أو وسيلة من وسائل الشكر وصيغة من صياغ شكر الله تعالى على نعمه كذلك النوافل كما ذكر السي محمد هي رصيد احتياط للفرائض احتياط للنقص الذي لا أقول قد يصيب الفرائض بل للنقص الذي يصيبها حتما من من ذا الذي أتى بالفرائض كلها كاملة غير منقص مقبول تام شيء نادر وإن كان قد يتحقق على كل حال الله أعلم طبعا ما كانت تكلم على الأنبياء كانت تكلم على عامة الناس فإذا من الندرة بمكان ومن الصعوبة بمكان أن يأتي الإنسان بفرائضه كاملة واللي معروف عندنا احنا افتقافتنا افتراتنا الإسلامي كان شخص واحد شهد له رسول الله صلى الله عليه بأنه وشهد له بالجنة وهو أعرابي كما في الحديث الصحيح أيضا أن أعرابيا أتى من نجد شوفوا الخريطة دي الجزيرة العربية النجد في الطرف والحجاز اللي هي المدينة جاء من نجد راكبا كذا أقبل عن النبي صلى الله الله وهو يدمدم ويتمتم قائع فقال الراوين اسمعوا صوته ولنفهموا كلامه نجد أدبا نجد ولا تفشك الخور نجد هي منتهى البداوة وشضف العيش وإلى وقت قريب يعني ستين سبعين سنة كانت ما زالت على هذه الحال نجد الآن نجد هي الرياضية قصيم هي الضاران الدمام إلى آخره فسأله العرابي سأل النبي صلى الله عليه ما عن الإسلام هذا جاي كلمات عنده قال له اسنو الإسلام خبرني عن الإسلام فبدأ يخبره قال إلى أن قال تصلي خمسة صلوات في اليوم والليلة هذا الإسلام قال هل علي غيرها شيء آخر غير هذه قال لا ليس قال والله لا أزيد عليها شيئا قال ثم ماذا قال تصوم رمضان قال هل علي شيء غيره قال لا قال والله لا أزيد شيئا فذكر الحج وذكر الزكاة كذا وهو يقول في كل مرة والله يقص لا أزيد شيئا ثم أدار ناقته أو دابته وانطلق فقال النبي صلى الله عليه سلم أفلح الرجل إن صدق ولكن قد صدق كما في رواية أخرى قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا هذا من أهل الجنة هذا من أهل الجنة شوفوا تأمله تمتعوا بهذا هذا الصدق 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 العزيمة وصدق الكلام ولكن هذا شكونا يضمن بحل هذا الشيء وثم وثم أحتي لضمناها كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا فإذا فرائضنا كلها كلها بدون شك ونحن مش هذا نفترضه أو نتوقعه نعرفه من أنفسنا فرائضنا يعني لا تسلم دائما دائما عرض لنقائص إما في ظاهرها إما في باطنها قد يكون ظاهرها سليما فلا تسلم من باطنها فإذا النوافل هي رصيد احتياطي النوافل تكمل الفرائض فريضة فريضة هذا الفرائض المعينة أو العينية هذه تكمل من جنسها لأنه بحي لا أترقع شيء توب لا يمكن شيء تترقعه توب من هذا النوم من هذا اللون إذن هذه عنده نقص في الصلاة سيكمل بنوافل الصلاة عنده نقص في الصيام سيكمل له بنوافل الصيام عنده نقص في الزكا سيكمل له بصدقات من جنس الزكا الم المفتوحة عنده نقص في الحج في الفارضة التي أداها ربما حجة مرة أخرى أو عمرة لأن العمرة من جنس الحج إذن هذه الفرائض المعينة الموصوفة التي تكلمنا عليها سابقا في النوع الأول من العبادات تكمل من جنسها ثم النوافل تكمل بصفة عامة ما نقص وما خف في ميزانك فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه إذن صفة عامة النوافل خفت الموازين من الفرائض في مجملها عينية وكفائية ومن كل الأصناف عندنا واحدة رصيد من الحسنات كذلك الحسنات أو النوافل تقابل السيئات لأن الإنسان يمكن يجيب الفرائض مثلا بحال هذا الرجل ولكن المعاصي أيضا كثرت وتضخمت فالنوافل كتخلص وتقابل السيئات لأن الحسنات يذهبن السيئات كما هو مره إذن هذه بعض الأمور المنصوصة هذه في وظيفة النوافل وأهميتها ورسالتها ما أريد أن أضيفه في هذه الكلمة هو النوافل لأن نحن الآن نوافل وحتى الأمثلة التي ذكرت وتذكر عادة هي نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الزكاة التي هي الصدقات ونوافل الحج الذي هو الحج بعد الحج أو العمر مرة ومرات لكن النوافل لا حد لها لا حد لأجناسها وأنواعها وأشكالها ووسائلها لأنه لو كانت النوافل محصورة في أعمال معينة ليس جميع الناس يستطيعون أن يجهدوا في تلك الأنواع المعينة فالنوافل مفتوحة لجميع الناس مهما كانت ظروفهم وقدراتهم وإمكاناتهم الصحية والمالية ووسائلهم مهما كانت النوافل مفتوحة ميسورة في كل لحظة وفي كل حال من ذلك هذا الحديث الذي يعني ربما الجميع يعرفه وهو أيضا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس كل سلامة السلامة هو القطعة من جسدك كل جسم كل قطعة مستقلة فهي سلامة كل هذا كما ذكرت قبل قليل نعم الله كلها لأن حتى الأظافر نعم حتى كل شعر هنا في شفرنا وحاجبنا وكذا نعمة وكل شيء فكل قطعة في الإنسان تستوجب أن تنتبه أولا إلى قيمتها لأن ربما الإنسان تائل كان من تابه حيانا يقول لي وصبح بخير يجري يخدم لا لا ذلك تجري وكتخدم رأى ذلك مئات الأعضاء تجري وكتخدم وكتفكر رأى كلها بخير باش رك تجري وكتخدم كلها سليمة كلها غير معطوبة كلها صحيحة إلى آخر فلذلك المغزاد هذا الحادث أن الإنسان تصدق على هذا الأعضاء كلها أول شيء بعدها وكنتبه لا رأى أنا مشي أنا فلان أنا رأى في مئات فلان 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 كتشتغل كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال يعديل بين الاثنين هذه صدقة يعديل بينهم يعني يفصل بينتهم هذا معنى يعديل بين اثنين حتى في الطريق إلى المتشاكسين في الطريق في السيارات قال انت كذا إلى آخر هذا عدلت بينهما وانت الأرى كذا وغ mère بالطريق هذه ولا في العائلة ولا في الأولاد ولا في كذا إلى تعديل بين اثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة فما تقول لي في عنصب هذا اللي نزلوها لا الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة وفي حديث آخر مماثل أو لعله رواية أخرى وهو في صحيح ابن حبان في تفصيل أكثر وهو عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها وأغلب من حوله من أهل الصفة ومن فقراء المهاجرين وإلى آخره ومع ذلك إنسان أحتاج إلى كان ميصور تقول له كن نهار صدقة على فإذا قالوا قيل يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها يعني كل يوم تطلع فيه الشمس فقال إن أبواب الخير لكثيرة هذا من النواف الآن أبواب الخير إن أبواب الخير لكثيرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم تسمع الأصم كيه درما شي واحد ما عارفوش أصم تعجي سمع من هداك وتغوط هذا صدق قل له رقل لك كذا دزمنا ولكذا ولأجي ولكذا تسمع الأصم وتهدي الأعمى توري عندك كذا دير زلم إلى آخره وتدل المستدلة على حاجته في المكال لأنه في انكتبها هذه حاجته تدلها عليها وتدل المستدلة على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتسعى بشدة ساقيك تجري معاه توقف معاه كما كان قوله مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة دراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك كل هذه صدقات وكلها خيرات وكلها نوافل وطبعا بعض هذه الأمور قد تأتي بعض الحالات تكون فيها واجب يعني لك الإنسان حالة الخطار وكذا ولكن في الغالب هي نوافل فبهذا بهذا الحديث ولا أطيل يعني نرى أن أبواب النوافل مفتوحة عن أيماننا وشمائلنا وأمامنا ومن خلفنا وما عندهاش كلفة ما عندهاش كلفة كبيرة بل في رواية أخرى تكف الآذى صدقة طيب خرجتي وما أذيتي حد هذه رأى صدقة تأي صدقة بمعنى كان بإمكانك تأذي شي حد بشي هدرا ولا تضيقه بصيارتك ولا تشوفه شي شوف هذا آذى ما أدرتيش تجنبه وتحتاط وكذا ورجعته ما أدرتيش تشي آذى حتى هذه صدقة فإذن أبواب الخير كثيرة وأبواب النوافل كثيرة والغنائم من هذه الأعمال كثيرة وبالله تعالى التوفيق وآخر ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر